من توجيه الشكر إلى جمعية السلم للثقافة والتنمية والإداء على إقامة هذا اللقاء والشكر موصول أيضاً لكل مدعين الأصدقاء الذين حضروا هذا اللقاء وكذلك لمداخلتين صديقية الناقض والمدع مصطفى فرحات والشاهد عبدالعزيز أمزيان وأشكر كل الجنود الذين كانوا وراء هذا اللقاء والمنظمين وكل متساهمة في هذا سأختاروا نقاطها من الأعمال الكاملة قصيدة خارج الأعمال الشرية بالمنظمة إبداء لن تعاتب هذا الغبار الذي قد نسجت قصيداً بذراته فمحاه أو تلوم رياحاً طفت فاستباحت حماه أنت وحدك من قد أساء اختيار المداد وجنس الورق ربما المحو كان كتابة نص دفين تتشابك أحرفه لا يكاد يبين أهو الشعر ينقى بعيداً أم الوهو يطفو فيجفو مع عداء وانتبهت بمر السنين بأنك مستنزف لنجيع القصيد تتملن زياحاً وتأبر تياحاً وما تبتغيه ملاد حنيت لم يكن ضمئي موجعاً فاكتفيت بشرب الصراب كلما لمني صاحبي تهت في عبتي أن تشي بالتعب يأسير الظنون مقامك بين الكواكب لا يستقيم بغير الشهر فاقتعي النيزكاً يستطيب عجابك حين تميل إلى جنب أرضك التائها ولتعيش للكآبة ممتطياً حلك الليل أو تائهاً تتخاطفك الشهب العابرة يمكن الآن أن تستريح على عتبات الصهر جسداً خرباً يتسامق في عنة ويذوب حنيناً إلى لحظات الحتاء شكراً 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 شكرا